أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن قسم الأشعاب مجمع سلمانية الطبي أنجز أكثر من 7255 فحصا خلال الفترة من التاسع عشر من شهر يونيو عام 2022 ولغاية الحادي والثلاثين من شهر يوليو من العام نفسه بزيادة في عدد الفحصات المنجزة بلغت 58% من شهر يوليو المنصر وذلك ضمن الأليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم الانتظار الجاري العمل بها نعم وأضاف الدكتور الأنصاري بأنه تم تتشين خطة تقليص قوائم انتظار مواعيد قسم الأشعة بمجمع سلمانية الطبي في أكتوبر الماضي ضمن استراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية عبر كافة مؤسساتها الصحية بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين وأوضح الانصاري بأن زيادة عدد الفحصات شملت مختلف أنواع خدمات الأشعة المقدمة في مجمع السلمانية الطبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر